موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتطرق إلى أحد أهم البرامج التي توفرها حزمة مايكروسوفت أوفيس ألا وهو برنامج مايكروسوفت اكسز مايكروسوفت اكسز هو أحد البرامج الخاصة ببناء تطبيقات قواعد البيانات وقواعد البيانات هي عبارة عن مجموعة من عناصر البيانات المنطقية والمرتبطة مع بعضها البعض بعلاقات رياضية حيث تكون قاعة البيانات من جدول واحد أو أكثر حسب الفكرة والغرض من قاعة البيانات يوفر برنامج مايكروسوفت أكسز مجموعة من الكائنات التي تساعد المستخدم في إدخال البيانات ومعالجتها واستخراج المعلومات وطباعتها أهم هذه الكائنات أو العناصر والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على Create هي Tables الجداول ثانيا Queries أو الاستعلامات ثالثا Reforms أو النماذج والتقارير أو Reports وأخيرا Micros and Codes الخطوة الأولى لإنشاء قاعدة بيانات هي عن طريق إنشاء الجداول الخاصة بتلك القاعدة سوف تحتوي هذه الجداول على البيانات التي نرغب بخزنها الجداول هي الأنصر الأساسي والرئيسي كونها سوف تضم البيانات والمعلومات المخزنة في قاعدة البيانات وجداول بصورة عامة تتكون من أعمدة وصفوف تسمى الأعمدة بالFields والصفوف بالRose أو Record تمثل الحقول نوع معين من البيانات المخزونة داخل الجدول فمثلا لو كان لدينا جدول يتكون من مجموعة من المعلومات هذه المعلومات هي اسم الموظف، تاريخ تولد الموظف، جنس الموظف، الراتب ومشاكل فسيكون لكل عنوان من هذه العناوين حقلا خاصا به أما الصفوف أو القيود فهي عبارة عن سلسلة من هذه المعلومات الخاصة بهذا الموظف أو ذاك لدينا طريقتين لإنشاء أو تكوين أي جدول الطريقة الأولى هي بالذهاب إلى Create ومن ثم Tables ونختار Table الطريقة الثانية هي بالذهاب إلى Create ونختار Tables ومن ثم Table Design في حال كنا نرغب بإنشاء جدول بسرعة دون تعديل الخصائص أو إضافة تفاصيل فيمكننا ذلك من خلال الضغط على Create, Tables وTable كما شاهدنا قبل قليل وبعد اتباع هذه الخطوات سوف تظهر لنا نافذة نستطيع من خلالها تحديد Data Type واسم الحقل الذي نرغب به فمثلا لو أردنا إنشاء جدول يحتوي على البيانات الأساسية للموظفين مثل Employee Name، اسم الموظف، تاريخ تعين الموظف، الجندر، جنس الموظف، ذكر أو أنثى وأخيرا السلري أو الراتب سوف نقوم بهذه الخطوات كالتالي أولا نحدد Data Type للاسم سوف نختار Short Text الآن نضيف اسم الحقل Employee Name بعد ذلك ننتقل إلى الحقل الآخر وهو تاريخ التعين أو تاريخ التوظيف هنا سوف نختار Date and Time كData Type ونضيف Date of Employment ثم بعد ذلك ننتقل لنضيف جنس الموظف وهنا سوف نختار Data Type Yes or No وهي تستخدم للقيمة المنطقية فمثلا سوف نعطي قيمة Yes للذكور وقيمة No للإناث أو بالعكس بعد ذلك ننتقل لإضافة الحقل الأخير وهو حقل الراتب أو السلري وسوف نحدد Currency ونضيف اسم الحقل سلري بعد إضافة هذه الحقول سوف نتمكن من إدخال البيانات بصورة مباشرة إلى الجدول كما سنشاهد الآن تاريخ التوظيف فلنقل 12 1 الآن هنا الجندر أنثى فنتركه فارغ بعد ذلك نحدد المرتب كأن يكون 1200 دولار ثم ننتقل مرة أخرى وراتب 1500 دولار 1 2 3 8 8 9 9 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 18 19 19 19 20 20 22 20 20 23 24 28 29 30 33 34 34 35 34 34 35 36 35 التي حصلت. الآن سوف ندخل اسم الجدول الذي نريده. كان يكون imp info يعني employee information. نلاحظ تكون عندنا الجدول هذا اللي هو يمثل employee information. لقد شاهدنا الطريقة الاولى لانشاء جدول في ال اما الطريقة الثانية فتتم عن طريق الذهاب الى create ومن ثم tables ونختار table design. سوف تظهر لنا نافذة تحتوي على ثلاث حقول. الحقل الاول هو field name. الحقل الثاني data type. الحقل الثالث هو description وهو optional يعني اختياري وليس اجباري. يستخدم field name لتحديد اسم الحقل. كأن يكون اسم الطالب اسم الموظف رقم الطالب. رقم السيارة. رقم الهاتف حسب الغاية والحاجة اليه. الحقل الثاني سوف يكون data type. وهنا سوف نحدد نوع البيانات التي سوف يدخلها المستخدم لهذا الحقل. طبعا سوف يكون هناك العديد من انواع البيانات. ك short text, long text, number, large number, date and time. في الـ description سوف نقوم بإضافة الملاحظات الخاصة بكل field من هذه الفلدات. وطبعا هذا الشيء اختياري وليس اجباري. الان سوف نقوم بانشاء جدول بهذه الطريقة. وسوف نبني او نكون جدول خاص بالوحدات والاقسام داخل الكلية. كمثال على ذلك سوف نقوم باختيار رمز القسم اللي هو department id. ونحدد data type. يمكن لنا اختيار الـ auto number. وسوف يقوم بترقيم الاقسام تباعا وبصورة اتمواتيكية. او نختار number. وبهذه الطريقة سوف ندخل الارقام حسب رغبتنا او حسب رغبة المستخدم. انا افضل ان استخدم الـ auto number. بعد ذلك سوف نقوم باضافة اسم القسم او الوحدة. الـ department name. الـ data type الخاصة به سوف تكون short text. لاحظ عندما تم اختيار short text ظهر لنا الـ field properties. نلاحظ هنا الـ field size ومشاكل. ايضا عندنا الـ caption واشياء وتفاصيل اخرى. هنا نستطيع ان نقوم بتقليل الـ field size حتى نقلل من المساحة الخزنية المحجوزة لهذا القسم او لهذا الاسم. كان يكون خمس عشر وحدة خزنية. يمكننا كتابة توضيح هنا. يرجى ادخال. اسم القسم. ايضا نلاحظ انه في الـ caption يمكننا كتابة وفي هذه الحالة سوف يظهر للمستخدم القسم او الوحدة ولن يظهر اسم الـ department name. سوف نلاحظ ذلك عند اكمال التطبيق. الان سوف نقوم بالضغط على X ويسألنا هل ترغب بحفظ التغييرات نضغط على نعم او yes ونضيف او ندخل اسم الجدول الجديد الذي قمنا بانشائه. اسميناه ديب. اختصارا لـ department. اوكي. هنا راح يقول لنا لازم نسوي primary key. اقول له yes. واتوماتيكيا راح يكون الـ primary key هو department ID. الان صار عندنا جدولين. اخذنا الجدول بالطريقة الاولى واخذنا الجدول بالطريقة الثانية. اعزائي في الطريقة الاولى ذكرنا اننا سوف نقوم بناء الجدول مباشرة ودون ذكر تفاصيل. وهذا على العكس مما رأيناه عندما قمنا بانشاء الجدول الثاني باستخدام الطريقة الثانية. حيث لاحظنا بعض التفاصيل الاضافية وبعض التعديلات التي قمنا باجرائها. حسنا الان الان تكون لدينا جدولين. الجدول الاول tip اختصاراً لـ department و info اختصاراً employee information. لو اردنا استعراف الجداول سوف نقوم بالضغط على اي جدول من الجداول المرغوب بها واختيار open سوف يظهر لنا محتويات الجدول. كما نشاهد الان. اما اذا اردنا اجراء تعديل على اي جدول من الجداول او اضافة حقول حذف حقول تغيير اسم حقل تعديل على data type فسوف نقوم بالضغط على الجدول right click ثم بعد ذلك نختار design view سوف تظهر لنا نافذة تالية ونقوم باضافة او حذف او تعديل اي من مكونات هذا الجدول كما يمكننا تغيير اسم اي جدول من هذه الجداول بالضغط على الجدول المرات تغيير اسمه ثم click amen ونختار rename كذلك يمكننا حذف الجدول عن طريق delete. والان لان لانشاء علاقة بين جدول الموظفين وجدول الاقسام يجب اضافة department id واللي هو primary key في جدول الاقسام الى جدول الموظفين والنضعه ك foreign key مع ضرورة الانتباه الى ان ال foreign key يجب ان يكون من نفس ال data type الخاصة بال primary key فالان نذهب الى design view المن للموظفين او الجدول الموظفين و design view المن لجدول الاقسام ناخذ الاسم اللي هو department id اللي احنا الريده نذهب الى employee information نضيفه و نضع نفس ال data type هنا راح نحدده ك number ونلاحظ هنا هو long integer اذا رجعنا الى department table راح نلاحظ انه ايضا هو auto number هو من اقسام النمبر يعني يمشي ونلاحظ انه ايضا هو long integer الان نقوم بخزن التغييرات اللي حصلت على الجداول الموافق عليها وانتهى التعديل الى هذه النقطة الان اذا كنا نرغب بانشاء علاقة بين الجدولين سوف نذهب الى database tools بعد ذلك نختار relationship بعد ذلك سوف نختار add tables من the add tables سوف تظهر لنا كل الجداول الموجودة في database سحب و افلات نضغط click acer على اي عنصر من هالعناصر ونستمر بالضغط ونفلته في مساحة العمل الخاصة بنا الخطوة اللي بعدها كيف سوف اقوم بهذه العلاقة بين employee information و department اولا ناخذ department id من جدول الانفورميشن ونوصله ب department id بجدول department نضغط هنا خليتك صح لاحظ الانفورميشن و الانفورميشن create لاحظ اي صار عندنا عندنا علاقة one to many one to many بين جدول الاقسام وجدول الموظفين لماذا العلاقة هنا هي one to many او واحد الى مجموعة لان كل قسم من الاقسام لان كل قسم من الاقسام يحتوي على عدد من الموظفين كل قسم من الاقسام يحتوي على عدد الموظفين ما يجوز ان يكون موظف يشتغل باكثر من قسم او ما يجوز ان طالب مثلا ينتسب الى قسم المعلوماتية وبنفس الوقت هو منتسب الى قسم ادارة العمال او الى المالية الان نضغط على غلق او close و نوافق على حفظ التغييرات التي حدثت على relationship يس الان صار عندنا احنا علاقة one to many بين الاقسام وبين الموظفين الان يمكن لنا استعراض موظفي كل قسم عن طريق department بمجرد الضغط على department سوف نلاحظ هناك علامة زائد ظهرت بجانب كل قسم فعند الضغط عليها سوف تظهر لنا اسماء الموظفين رواتبهم تاريخ مباشرتهم وكذلك نلاحظ هنا في قسم المالية ايضا ظهرت كل هذه المعلومات طبعا هذه المعلومات ظهرت بسبب واحد بسبب وجود علاقة بين الجدولين لو لم تكن هناك علاقة لم استطعنا تصفح هذه البيانات بهذه الطريقة الان نأتي الى موضوع اخر وهو forms الفورمز او النماذج هي طريقة اضافة البيانات الى قاعدة البيانات على الرغم من انه يمكنك ادخال البيانات الى قاعدة البيانات من خلال الجداول مباشرة الا ان استخدام النماذج او الفورمز يسمح لك بادخال وتصفح البيانات من خلال واجهات رسومية بسهولة ويسر وسوف تكون اكثر بساطة خصوصا للمستخدمين لدينا طريقتين اساسيتين لبناء النماذج الطريقة الاولى من خلال الذهاب الى create forms وform wizard الطريقة الثانية من خلال الذهاب الى create forms وform design اذا اردنا تنفيذ او بناء نموذج من خلال الطريقة الاولى سوف نضغط create forms وform wizard عند الضغط على form wizard سوف تظهر لنا نافذة يجب ان نحدد التابل الذي نرغب بانشاء نموذج له ثم نختار الجدول بعد ذلك نحدد العناصر التي نرغب باضافتها او يمكننا اضافة كل العناصر سوف ناخذ نموذج هو الاسم والتاريخ المباشرة والراتب بعد ذلك نضغط على next ثم نحدد طريقة عرض البيانات نحدد طريقة عرض البيانات بعد ذلك سوف نضغط على next هنا يمكننا تسمية النموذج او سوف ياخذ النموذج اسم الجدول الذي اشتق منه انا اعدت تسميته وسميته بنموذج واحد الآن نضغط على finish نلاحظ ظهر عندنا ايكونة جديدة تحت مسمى forms واسمها نموذج واحد ونلاحظ هنا ظهر امامنا اسماء الموظفين و ظهر تاريخ المباشرة بالوظيفة والرواتب اللي يتقاضوها الآن لدينا مجموعة ايكونات يجب ان نهتم بيها الايكونة الاولى هي هذه ونستخدمها للانتقال الى الريكورد او الى القيد الثاني طبعا كل واحد من هذه الاسماء يمثل قيد او ريكورد تمام فنضغط next 절 او الايكونة الثانية هذه التي سوف تأخذنا الى الريكورد السابق والسائق والسائق كما يمكننا الانتقال الى اخر ريكورد بالضغط على هذه الايكونة أو الانتقال إلى أول ريكورد من خلال هذه الأيكونة أيضاً كما يمكننا إضافة قيد جديد فارغ من خلال الضغط على هذه الأيكونة الطريقة الثانية هي بالذهاب إلى Create, Forms و Form Design بعد ذلك نضغط على Add Existing Fields بعد ذلك نحدد Tables ونحدد Fields اللي نرغب بإضافته المميز في الطريقة الثانية هو أننا نستطيع أن نتعامل مع أكثر من جدول بنفس الوقت على عكس الطريقة الأولى يبقى أيضاً عندنا ترتيب الحقول يحتاج لدقة وترتيب بالإضافة إلى ذلك يمكننا إضافة نصوص كما يمكننا إضافة bottom أو أزرار ونقوم بإعداد الغاية من عدهة مثلاً ن pripe rehachten ضغط إلى المقط aiming نسيط عليها نفس错 نحن لديك نسيط نسيط علي PIP نسيط عليها العمل نسيط من القناة كما يمكننا إضافة خصائص صور رسائل تابات ومشاكل إلى هذا النموذج ويمكننا أيضا تغيير حجم الخط وشكله ومشاكل الآن سوف نضغط على الـ X من أجل إغلاقة وخزن التغييرات التي قمنا بها يجب إضافة اسم للنموذج كما نشاهد الآن وأوكي ونلاحظ ظهر نموذج الموظفين الجديد لاحظ الشكل هنا يكون مختلف ونقدر نتصفح أو نرجع إلى أول عنصر أو انتهاب إلى آخر عنصر هذا فيما يخص الفورمز الآن سوف نتطرق إلى كائن جديد أو عنصر جديد ومهم جدا في قواعد البيانات هذا الكائن هو الكويري الكويري هو عبارة عن إجراءات تسمح للمستخدم بعرض البيانات وترشيحها من أجل الحصول على معلومات محددة أو معينة من كمية كبيرة من البيانات كمثال على ذلك تحديد الموظفين العاملين بقسم معين أو الطلب المكملين بمادة ما أو البحث عن الطلب القاطنين في محافظات أخرى وهكذا هذه البيانات أو المعلومات التي تم جمعها سوف يتم خزنها بجدول جديد هناك طريقتين لإنشاء الكويري الطريقة الأولى هي بالذهاب إلى الكرييت ثم الكويري والكويري وزرد من هنا سوف نختار السيمبل كويري وزرد نضغط ثم نحدد الجدول الذي نرغب بإنشاء استعلام له نذهب إلى Employ Information نحدد اسم الموظف نحدد الراتب للموظف هذه المعلومات الأساسية نريد اسم الموظف والراتب الموظف بعد ذلك نضغط على Finish نلاحظة تكون عندنا جدول جديد اسمه Employ Information Query يحتوي على اسمه الموظفين ورواتبهم هذه الطريقة البسيطة والسريعة الطريقة الأخرى الطريقة الثانية هي بالذهاب إلى Create بعد ذلك نذهب إلى Query Design سوف تظهر لنا هذه النافذة من هنا سوف نختار Employ Information ونختار Department لاحظ ظهرت هنا العلاقة التي تربط Department بالموظفين أو الأقسام بالموظفين عندنا طريقتين حتى نستدعي المعلومات الطريقة الأولى نحدد Field والجدول من هنا أو الطريقة السريعة أنه نجيب أو نسحب اسم الموظف ونضعه هنا ومثلا نستدعي الراتبة ونخليه أيضا هنا وإذا أردنا أن نضيف Department أو القسم ونضيفه هنا أيضا الآن نجي نكتب الشروط أو المعايير اللي نريد نحققها The Criterial مثلا الراتب الراتب نريد أن يكون مساوي إلى 2000 دولار والقسم مثلا المعلوماتية مع ذلك نغلق الكويري نوافق على حفظ التغييرات نكتب رواتب المعلوماتية كمثال نضغط أوكي انخزن نلاحظ تكون عندنا كويري جديد باسم رواتب المعلوماتية دبل أكريك عالية شو أظهر 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 إسماء الموظفين والرواتب تساوي 2000 دولار والرواتب تساوي 2000 دولار هذه الحالة الأولى نقدر نسوي كويري آخر شبيه بهذا لكن نضع شرط منطقي يعني نضيف معادلة create نرسل الخطوات كويري نأتي إلى التابل لاحظ هنا طلع عننا الكويريز add table هنا طلع عننا tables links queries all معناته نقدر ناخذ معلومات من هذه الحقول أو هذه الجداول كلها نحن راح نختار التابل نجيب department ونجيب employee شو راح نسوي راح نخلي شرط نقول آني أريد اسم الموظف وقسم وهنا راح نحط الراتب وراح نضع شرط راح نضع شرط هذه كاريتورية أنه الراتب يجب أن يكون أكبر من 200 دولار على سبيل المثال بعد ذلك سوف نضغط حفظ التغييرات نغير اسم الكويري و أوكي لاحظ صار عندنا كويري جديد باسم رواتب أكبر من 2000 دولار أوبن راح نلاحظ الأشخاص أو الموظفين اللي رواتبهم أكبر من 2000 دولار طبعا ما يميز الطريقة الثانية عن الطريقة الأولى هو القدرة على إضافة أكثر من جدول والاستعلام من أكثر من جدول ووضعها في جدول واحد وهذه خاصية جدا مهمة نأتي الآن إلى كائن جديد ومهم جدا في قاعدة البيانات وهو الريبورت الريبورت أو التقرير هو عبارة عن كائن في قاعدة البيانات يستخدم لتقديم المعلومات الخاصة بقاعدة بيانات معينة وضباعتها لغرض تقديمها للمسؤولين أو لأرشفتها أو لاتخاذ القرارات معينة حسب ما سوف يظهر لنا في التقرير أسهل طريقة لإنشاء الريبورت هي بتحديد الجدول أو الكويري الذي نرغب بإنشاء تقرير له على سبيل المثال نذهب إلى جدول الموظفين نضغط عليه وبعد ذلك نذهب إلى كرييت ومن ثم ريبورت ونضغط على ريبورت سوف يظهر لنا التقرير بهذا الشكل سوف يحتوي على رقم الموظف اسم الموظف تاريخ التوظيف الجنس الراتب والإي دي بارتمنت أو الأقسام اللي ينتمون طبعا هنا الأقسام تم ترميزها خمسة ستة خمسة وهكذا حسب كل قسم يمكننا إجراء بعض التعديلات على ورقة العمل هذه يعني نلاحظ هنا أنه رقم الأربع 15 غير واضح فيمكننا مجرد الضغط هنا وإجراء بعض التعديلات حتى يظهر الرقم على سبيل المثال بصورة واضحة طبعا هذه مساحة العمل وشوفون هذه الحدود اللي داير ما داير الورقة هذا هو ما يمثل الورقة التي سوف يتم طباعتها هذه الحدود كل شيء داخل هذه الحدود سوف يتم طباعته نستطيع تغيير الاسم هنا على سبيل المثال إضافة بعض المعلومات أو بعض العناوين من هنا أو حتى إدراج صورة يمكننا فعل ذلك بعد الانتهاء من الترتيب نضغط على X سوف يطلب من عندنا خزنة التغييرات التي أحدثناها على هذا الريبورت نعطي اسم إضافة بعض المواطفين خزنة طبعا هنا تم خزنة الريبورت باسم إمبوريز هاي طريقة الأولى أما الطريقة الثانية فهي بالذهاب إلى Create ومن ثم نذهب إلى Report Design هنا سوف نضغط على Add Exist Fields وShow All Tables سوف تظهر لنا كل الجداول الموجودة لدينا ماذا سوف نفعل؟ أولا نذهب على Employee Information ماذا نريد أن نضيف لهذا الفورم أو لهذه الورقة هذه الورقة التي سوف يطبع عليها التقرير مثلا نختار Employee Name نختار تاريخ التوظيف ونختار السلري يبقى موضوع الترتيب حسن هذه المحتويات سوف تكون متغيرة لكن نستطيع إضافة عناوين ثابتة بالهدر وبالفوتر بالهدر والفوتر بحيث كل تقرير سوف نقوم بطباعته سوف تظهر لنا هذه العناوين كمثال على ذلك نأتي ونضيف Label نكتب أسماء الموظفين بعد ذلك نأتي إلى الفوتر ونكتب موقع الشركة email الجامعة email الكلية email الوحدة الإدارية أو رقم تليفون الجامعة يعني على سبيل المثال هذا رقم أرضي لشركة ما ونقوم في وضعه بطريقة مرتبة كذلك يمكن إضافة page number ونحدد المكان الذي نرغب به كما يمكننا إضافة logo أو صورة نختارها من الحاسبة ووضعها في التقرير بعد ذلك نغلق نوافق على التغييرات نسمي التقرير ونوافق على الخزن يمكننا الذهاب إليه إلى التقرير الجديد double click علي سوف تظهر لنا القائمة بالشكل التالي هذا فيما يخص report بالطريقة الثانية الطريقة الثالثة والأخيرة هي بالذهاب إلى create ومن ثم إلى report wizard وأيضا سوف نحدد من هنا table أو query الذي نرغب بإنشاء تقرير له نحدد العناصر ثم بعد ذلك نضغط على finish وسوف يظهر لنا التقرير بهذه الطريقة أو بهذه الصورة نضغط على X طبعا يمكننا تغيير اسمه من خلال الضغط بالclick الأيسر ثم rename ونعطي الاسم الذي نرغب به وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر